طب مين المتهم الأساسي أو المسؤول الأساسي عن زواج البنت بالشكل ده؟ هل أبوها ومامتها اللي بيبعوها شاروة زي ما اتفقنا كده الواحد واثنين ومرات ثلاثة؟ ولا المأزون اللي بيسمح برضه بالجواز بالشكل ده ويبتحيل على القانون ويشيل الورقة عنده يا يشيلها يا ما يشيلهاش نقدر نقول مين المجرم الحقيقي؟ حقيقة كلنا مزدود وكلنا متحميل مسؤولية وكل بقدر مسؤوليته تبدأ بالأسرة الأب اللي هو المسؤول عن البنت اللي هي أمانة في الأبته اللي هو مسؤول عن حفاظ عليها قبل كل الناس مونزم يحافظ عليها زي ما قال الدكتور من شوية مسألة التوصيق ده حفظ الحقوق نقول دايما للأهالي حضرتك بتتوز عشان بتقوى بدستور بنتك ما عاد حفظنا على الكلمة بتقول بحافظ عليها حقيقة إنه هذا الزواج العرفي مش حافظ عليها لأنك رحت إما لمقزون إما لشيخ مسجد إما لمحامي هم دول التلاتة حتي بيوصل دول اللي بيجوزوا هم دول بيمدوا بمقولك الورقة التلاتة مش حافظ عليك حقوقك لأنه من باب أولى لو هو بيحفظ الحقوق كان وجهك للصحة فسيادتك هتمع تماما هيمديك على الورقة ويقول لك أنا أخد على الزواج وورقة الصبح واخد إيصال أمانة إنه لما توصل السن القانونية سن القانونية 18 سنة سن التفولة هبتدى وصق لك العقد إيه الضمانات إن الورقة دي مع شخص أمين يا مين يعيشنا بقى إشعار رخص ده حصله إيه ده حتى يعني أحسن الظروف إنه مش نوي على الغدر يعني الآن هذا الشخص اللي وصق الورقة النهاردة عود زوار الغرف ده بيبدأ من 2000 و 3000 جنيه فمعليش هنأسف آه يعني هي لها سعر هيها سعر 2000 و 3000 جنيه اتقوصي يعني لو راح واحد من الكنين وقال له للراجل هيدديره فلوس إنت واخد كم تلاتة اتفضل آية 3 كمان وديني الورقة هيددهيق له حدش يقول لي بقى هسلوها مؤتمن وهو أنا واصل فيه ما هو مفيش حد مؤتمن من البداية أصلا يسمح بتعريض حياة بنت الخطر لو تفتكر حضرتين بنتها تاربع سنين مأزون المحلة الكبرى قال له اتعرف زي المأزون إن السيدة راحت له وقالت له بنت اتجوزت من 6 شهور وحامل وترادوها من البيت عوز قيمتها والبنت حامل يعترفوا بالحمل ويتكفلوا بيها قال لها ما عرفش حاجة لأنه راح واخدوا منه الورقة وبالتالي هي أبلغة الماجسكو هو أبض أول مرة وأبض ثاني مرة أبلغنا نيابة العامة مع نيابة الإدارية وحل محاكمة أكتبية المأزون وما تم زبطه عنده من أوراق خلال الفترة دي ساعتها المأزون كان حوالي 23 زيجا ضيحه البنت فاللي هو هتدور عليه فين فحضرتك كانت كأب ضيعت حق ابنتك من الأول أنك جوزتها دون السن القرونية وهي غير قادرة على رعاية الأسرة بتضيعت حقها تاني لما زوجها ما قادرش تحمل المسؤولية تخلى عنها وسبها ورجعها لك وانت مش تطريق بلاها حقها فزي ما قال الدكتور مين شوية التوسيق ده حفظ الحقوق فمسألة إن أنا قصك أنا آسف في مأزون في محامي في شيخ مسجد حتى هيقول لك زوجها عرفي وبكرة لما توصل السن هم عم هوزع ديها ورقها خليني لأي ساب من الأسباب هاش شخص توفاه الله أنا بقول حفظ على أفرادها حق البنت فين والناس النهاردة زي ما قلنا من شوية ما عادتش الزمم زي ما هي الزمم زي زمان إن أنا أبقى صاحب أنا مؤتمن على حق أجي أقول لحضرتك آه أنا أقول لحضرتك بتجنى السيدة تقول لبنت ولدت خد فيروسها وخد ذهابها وخد الأيمة مش عفظة ببنة ولمها بعد كده في الشارع وأحيانا من غير أيمة أو تطور عليه بقى وما عاش ورقة للمولود عاوزة شهادة ملت وإن إحنا بجي أنا وجدت لي وقع والله قريب الست جاي من إحدى معافظات السعيد جاءتنا للقاهرة قالت أنا اللي أخطأت في حقها يحبسوني لكنها تقول لحق البنت وحق المولود قدرتوا تعملوا لها حاجة؟ إحنا مش هنا في إجراءات رفعنا دعوة إثبات نسب ويمشي في الإجراءات بقى الجزء الثاني على المجتمع نفسه إن نوعي بعض ودي ميزة حقيقة بتحصل دلوقتي إنه الأسر والجلان بتبلغ وإحنا كخطنا للتفل 16 ألف لدينا سريد بيانات يعني كل المطلوب من مبلغ إنه يتصل يقول فيه تفل معرض للخطر أيما كان سورته بقى عنف بدني جنسي معناوي وقاع زواج أو ختان ويقول بس البنت وبياناتها منطقتها اللي يقدر نوصلها مش مطلوب مننا لا يقول اسمه ولا يرغم متقطه ولا أي شيء فده عبقى على المجتمع كمان إنه وعي إن ما قدرتش تواعي وتقنع الأسر بمخاطر الزواج بلغنا قبلها بوقت كافي ده ده إلزام ديني عليك إنك تساعد بنت وإلزام قانوني كمان إحنا إنما تساعدين من قانون الطفل بتلزم كل من علم بوقوع خطر على طفل أو تعرض طفل لخطر إنه يبادر من مستعداته إنه يبادر أبسط الإجراء إنك تبلغ وتساعدنا البنات كمان نقول لبناتنا وإحنا شغالين ببدر الدو الحقيقة تحت رعاية صدر كارينة السيدة رئيس الجمهورية بالمشاركة مع زملائنا في المجلس كامل المرأة توعية البنت بحقها وده صوت جديد للبنت إنه بقى ليها صوت وتتكلم وتقول أنا صاحبة حق لما تيبي معرضة شايف خطر واقع عليك الأب أو الأم بيعتزموا إجراء زواج أو ختان أو أي مرصدر بيك وإنتي عارفة حقول بلغي خط النجدة 16 ألف مش قادرة البنت أو أي حد من أقربها يقدر يروح لأقرب لجنة فرعية لحماية التفولة موجودة في كل مركز أو قسم أو مدينة اللجنة الفرعية جوة مجلس المدينة أو الحي تقدر تروح تبلغ ويساعدوها وعن حفظ ضعر بيناتها ومش هيتقال كمان محتاجين تدخل تشريقي إحنا محتاجين مجلس نواب يقف معنا ويساعدنا في إصدار قانون يجرم زواج الأطفال لأن طول ما إحنا شغالين توعية التوعية تاخد وقت بعض الناس دي ما الدكتور قال بتحارب ناس مصلحتها أنه يوسق قعد زواجها كل من هو منتفع من البزنس دي ما صحته ما يقفش حلق السحة بيعمل ختان الممرد الدكتور كل مصلحة وبالتالي القانون بيجرم وبالتالي هو مش هيديك نصيحة لأنه بيعمل عمل مجرم قانونا وبياخد منه مدفع عمليه فإحنا دورنا إحنا كمجتمع نوعي بعض وننقل بعض تجاربنا والسيدة اللي دايما نقول السيدات اللي زوجت بنتها في سن صغيرة وشافت أخطاليا قول للناس إنقلت أجربة بنتك ولدينا قصص وقعية كتير إحنا لما بنقول للناس مخاطر زواج الأطفال مش حاجة طرفيهية أو إحنا لا سمح الله مش عاوزين البنت تفرح زي ما بيقولوا إنها فرحة إحنا أفتكر وقعك قريب في المطرية إحنا وقفنا الزواج والبنت وإي خارج من الكافر الأم نهارت في النيابة وتدي علينا وزعلنا أنتو ضيعت فرحة بنتي دا هي لو تعرف أنتو أنقصتوا بنتك حضرتك ضيعت فرحة بنتك إن بنتي في السنة دا مش عارف حاجة يا فرحان الفستان الفرحة إحنا حتى أفتكر ساعتها في النيابة وإحنا نسأل لبنت مش وقع بعدها دي أغلب الوقائع إنه عاوزت تجوزي مش عارفة طب إنت جوزت ليه لابسة فستانة دي هي مش فهمة أي جواز أبدا هي بالنسبة لها للبنت فستانة وودوني كوافر إحنا في السعيد زي ما يلنا والأسف خلينا أقول برضو عتابة على أهلنا في السعيد أغلب بلاغات الزواج بتجي بالسعيد أنا عندي سهاج ثم السيوت ثم المينيا ميني يقول إن السنة اللي فاتت عندي من سهاج بس الوحدة 39 بلاغ